الله عليه وسلم قال من كان يعبد الله من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وشوف المغولة بتاعة أبو بكر دي مغولة جميلة ممكن تطبق في أي واحد المرغني المكاج في البرعي المغولة بتاعة أبو بكر إذا كنتبت تعبد الناس البرعي المكاج في المرغني التجاني وغيره فإنهم غد ماتوا وانتهوا ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت الناس تمسك في الحي فتوكل على الحي الذي لا يموت فشوف النبي صلم دي كذبة من التجاني قال جاني يا غزة وده كذبة وزي ما ذكرنا الآية وذكرنا كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ما يمر إلى هذه الحياة أبدا بل لا يخرج صلى الله عليه وسلم من الأرض إلا يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم تعرف إنه الزل كذب وما عنده ذين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب علي ليس ككذب على أهد ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار التجاني والناس المعاني مصدقينه يشيلوا شيلة بعدين بيقول الصلاة أفضل من القرآن ست ألف مرة أو ست ألف مرة وأفضل من كل تسبيحة وتكبيرة في الكون وكل تهليلة ستة آلاف مرة والله سبحانه وتعالى تحدى العرب بأن ياتوا بآية آية واحدة القرآن ده آية تحدى بيها الناس يقول لا الفوق اتحد أبلغ الناس وأفصح الناس تحدىهم بآية واحدة وحمد الدياني يقول ليك يقول ليك أفضل من القرآن بست ألف مرة بل بيقول أفضل من كل تكبيرة وتهليلة في الكون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا أحسن شيء والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وده بقول موش موش تهليلة قال أفضل من كل تهليلة وتكبيرة في الكون ستة ألاف مرة تعارف زول مفتري زول كذاب ومن أظلم من من ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام زول كذاب والله لا يهدي القوم الظالمين دي حاجة يبقى الصلاة لنبي صلى الله عليه وسلم تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش تجيب صلاة الفاتح أو غير من صلوات الطرق قلت وعدنا الواحد يقول لك نحن والله أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم هيا بتحب الرسول أسكارك وأولادك وين وليك والله شلت من أبوي الشيخ وين ويردى الرسول دماء السؤال الرسول ما كان عنده وين الرسول ما كان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى يا زول النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الناس وأعلم الناس وأخشى الناس لله فكيف تتخلي ذكره وتخلي ويرده وتخلي طريقته تمش لي طرق تارية وتمش لي شيوخ وأوراد تارية والله سبحانه يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ذو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة واتباع رسول الله هو دليل على محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله وليكن هيا بتحب بتحب أتبع تابعوا في كل أمره صلى الله عليه وسلم في ذكره في ويرده في طريقته وأطمش لك طريقة جديدة النبي أكفاء الدين هذا أتمه الله وأكمله يوم ما أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ما في حوجة لذكر ولا طريقة جديدة يبقى الصلاة على النبي تكون على شرطين تعمل لله وأنا دعا ركز فيها لأنه كثير من الناس بيصلي على النبي ويكون مجتهد وقد تكون ذاته سيغة الصلاة صحيحة لكن ما بيعمل لي الله والله يقول لكم الله إننا نحن نحب النبي دي شديد شكتهم يصلي عليه حبه شديد لكن حبه لأله وصلي عليه شديد لكن صلي عليه لله لابد العمل يكون لله سبحانه وتعالى أمر أخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عسر تصلي على النبي في الصباح عشرة وفي المساء عشر يعني زي الموعد كذي قال نالته شفاعة يوم القيامة أو حلت له شفاعة يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي عليه بالصباح عشرة وبالمساء عشرة دا يجعلك مستحق لشفاعته صلى الله عليه وسلم وشوف داير الشفاعة صلى على النبي سلم واطلوب من الله واتخذوا من دونه شفعاء واتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا حقّة النبي صلم وحقّة غيره الشفاعة ربنا قال قل لله الشفاعة جميعا اتأزال الشفاعة من سيدة ربنا قال في آية الكرسي لا يشفعون إلا من بعد إذنه الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله اتأطلوه من ربنا لأنك لو طلبتها من غيره بتصبح مشيرك قولي يا رب شفّح فين النبي صلم يا رب أكسم لي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فاسألها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة مستجابة قال وادخرت دعوتي شفاعة لمن مات من أمتي لا يشرك لا يشرك بالله شيئا فشوف إتبت نادي غير الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما بجو استنادي ما بجو استنده وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بي أحدا ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فشوف إت داير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكل لا يستحقون أن يدعوا مع الله سبحانه وتعالى وزي ما هنا ذكرنا الآية ربنا أمرك إنك تفرد بالدعاء وبالسؤال هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يدعو مع الله ندا كم يصلي على ألف مرة؟ مليون مرة مادام بتنادي الشيخ تدعو مع الله؟ تدعو الله وتدعو مع زلتاني؟ مهما كان